لليوم الخامس على التوالي تواصل مخابز وأفران العاصمة المؤقتة عدن إغلاق أبوابها أمام المواطنين استجابة لدعوة جمعية أفران عدن بسبب ما سمتها قرارات تعصفية من مكتب التجارة والصناعة بالمدينة ضد ملاك المخابز والأفران قرار إغلاق المخابز جاء إثر خلاف بين مالكي الأفران ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بعد إصدار الأخير تسعيرت 30 ريالا لقرص الرغيف الواحد أعتقد أن هذه المشكلة حل الموضوع فيها بيد الناس اللي شغالين في الجمارك وبيد الناس المسؤولين ما هو بيد صاحب الفرن لا بد أن يناقشوا القضية هذه لأنها تمس اقتصاد الإنسان الفقير قبل الغني ملاك المخابز يعتبروا قرار مكتب الصناعة الأخير مجحفا بحقهم مطالبين برفع سعر قرص الرغيف إلى 40 ريالا نظرا للزيادة في أسعار الدقيق والبنزين الأمر الذي لا يوفر ربحا مرضيا لملاك الأفران في ظل عدم استقرار العملة المحلية أمام الدولار أمام التصعيد الأخير بين جمعية الأفران ومكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن يبقى المواطن في الحلقة الأضعف والذي يدفع الثمن دائما في ظل غياب مؤسسات الدولة والحكومة وسيطرة الميليشيا على عدن